السلام عليكم. اليوم اه حبيتنا تكلم على مصنع اه هام جدا. وهو من اه المصانع الجديدة التي راهي قيد الانشاء. وراهي قريب تكتامل ومنها ثلاثة مصانع في ميدان اه انتاج اه زيوت الغدائية. انطلاقا من اه نبات اه نباتات الكولزا والسوجة. ويعني في الاوين الاخيرة تم تجربة زراعة نباتات الكولزا في عدة مناطق في الوطن. وتكللت بنجاح منقطع الناظر في هذه الشهر الماضي هذا. فيها عدة مناطق من ولايات الوطن. جربت انتاج نبات الكولزا وكانت تجربة نجاحة. ومن بين هذه المصانع يعني اللي حبيت انتكلم عليها. هي مصنعة مصنعة اللي راح الحالي حالي اه 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 طور الانتاع اه الانشاء بولاية جيجل في منطقة تقريبا القرب من ميناء جيجل. وهو من اه من اه اكبر المصانع لانتاج الزيوت في افريقيا. وفيه اه حيث انه مش مصنع يعتبر مركب مركب كبير يتكون من ثلاث اه وحدات. واحدة اللي تخزين المواد الاولية بقدرة ميتين وخمسة وعشرين الف طن. الوحدة التانية واحدة اللي تحويل اه المنتج. اه بطاقة استخراج اه الزيت بحوالي اه ستالاف طن اه يوميا. من هذه الزيوت هذي اه عشرين في المية تروح الانتاج اه الزيت انتاع المائدة. وثمانين في المية من اه مادة الكورزة هذي. اه تستخرج كاعلاف للانعام. والمحدة التالية تعتبر وحدة اللي تخزين المواد اه المصنفة. اه بقدرة اه مية الف طن. اذا هذه هي الارقام لا تعني شيء يعني بالحقيقة لان انا ما عندناش يعني باش نقارن. لكن ما عليش هذي مصنع كبير اه جدا والصور تدل على ذلك. واترككم مع الصور في نهاية الفيديو. السلام عليكم. اشتركوا في القناة